سيد السعدون أيضا في جزئية الملف المتعلق باللاجئين هذا ملف كان حساس وكان فيه استقطاب كبير جدا ما بين المعارضة في حملة الانتخابية وبين حزب الحرية والعدالة وما يمثلها الرئيس أردوغان في الانتخابات التي فاز فيها الآن هذا الملف المقاربة اليوم هل هي مبنية على عودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم سيد السعدون يعني العودة ذكر الرئيس أردوغان خلال الحملة الانتخابية أن تكون طوعية وآمنة هم الآن بنوا هناك أكثر من 500 ألف لاجئ رجعوا إلى الشمال السوري بشكل طوعي هناك ذكر الرئيس أردوغان بأن هناك اتفاقية مع قطر ومع بعض البلدان العربية مع قطر بشكل رئيسي ومع بعض البلدان العربية لبناء مساكن في الشمال السوري للاجئين هنا يجب مثل ما ذكر الناطق الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية قبل يومين بأن الآن الظروف غير ممكنة لعودة اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري قبل الوصول إلى حل سياسي إلى حل سياسي لتكون عودتهم آمنة نعم بالإشارة أيضا إلى التقارب ما بين أردوغان والرئيس السوري مع بداية هذا العام سيد السعدون دعنا نذكر أيضا بعضا من التساؤلات التي تطرح رؤية قرن تركيا هذه الرؤية التي تحدث عنها الرئيس الفائز أردوغان كثيرا هل من السهل تطبيقها واقعا على الأرض والرئيس أردوغان خسر القلاع التي كانت تحصن حزب العدالة والتنمية كاستنبول مثلا وأنقرة السؤال ممتاز من حضرتك الرئيس أردوغان يوم أمس ذكر بأن نتيجة هذه الانتخابات هي بالانطلاق لمهمة جديدة والمهمة الجديدة كما وضعه للقواعد الحزبية وقواعد الجماعيرية هو استعادة إسطنبول وأنقرة خلال انتخابات المحلية القادمة التي ستجري في عام 2024 وهذا هو أحد التحديات المهمة أمامه لأن الانتخابات المحلية وانتخابات المجالس البلدية هي عبارة عن استفتاء عن تقييم الشعبي لعمل الحكومة خلال السنة السابقة كلنا نذكر بأن في عام 2019 بعد الانتخابات الرئاسية التي جرد في عام 2018 الحزب العدام التنمية خسر إسطنبول وخسر أنقرة بسبب كان هناك تراجع في أداء الاقتصاد التركي على المستوى الداخلي لذلك هم عازمون على الاستعادة وخصوصا هناك بعض المؤشرات تشجعهم على ذلك أنه نسبة التصويت لتحالف الشعب الذي يقوده الرئيس أردوغان في أنقرة وفي إسطنبول في جولة إعادة الثانية كانت ارتفعت بمستوى 2% عن التصويت السابق وهذه المؤشرات نعم وهذه المؤشرات أنه يمكن استعادة هذه المدن هذه الولايات في الانتخابات المحلية في عام 2024 أشكرك جزيلا شكرا سعد كثير من الحديث معك ضيفنا من أنقرة مدير الدراسات العربية في مركز أورسام السيد واثق السعدون شكرا جزيلا لك